بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي بالله والطالبات مرحبا بكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات علم وفولية النبات إن شاء الله المحاضرة دية هنأخذ المجموع الجذري We will explore some important definitions about the root and its zones A radical emerged from the seed coat in the form of soft structure and moved towards the soil It developed and forms primary root زي ما أخذنا المحاضرة اللي فاتت إنه الجذر الاتدائي ينمو نتيجة لنشاط الجزير في جنين البذرة الجزير في جنين البذرة بيبدأ ينمو إلى أسفل الطربة وده لما يتطور ويحصله بفريشياشن تميز بيبدأ يتكون المجموع الجذري والجذر الاتدائي General characters of roots Roots are non-clean and underground They don't pair pots لا يحملوا براعن They have a root cap but lack nodes and intern nodes and never paired leaves or flowers Roots have unicellular root shares These are important characteristics for the root Function of the root There are three main functions of the root The first is absorption of minerals Second anchoring of plant Third storage The principal function of the root is to absorb nutrients and moisture from fall growth Anchoring the plant in the soil and support the stem يعني بيعمل تثبيت للنبات في التربة In some plants root can be used for storage of food and propagation Propagation معناها الإنبات أو النموم هو التقاثر الخضري للنبات عن طريق الجذوري منطقة الجذور منطقة الجذور منطقة الجذور منطقة النمو الإنشائي Then elongation zone followed by root hair zone or absorption zone and there are two other zones One of them called par zone منطقة الجرداء Then the lateral or permanent zone طبعاً هتناول كل منطقة في هذه المناطق بالدراسة وإضاح أهمية هذه المناطق والتراكيب المختلفة المتصلة بها First root cap or calyptra منطقة تلقى النصوة It is a terminal structure protecting the delicate meristematic cells of crown point at the tip of the root from injury المنطقة هي عبارة عن زي غضاء كده بيغطي منطقة النمو الإنشائية للجذور ويحميها من التمذق طبعاً نتيجة من الاحتكاك بحبيبات التربة This zone followed by the meristematic zone منطقة المرسمات الإنشائية أو منطقة النمو It is an area of cell division and growth present at the root tip and manufactures new cells يبالوظيف التعيطة هنا to manufacture new cells Cells of this region divide repeatedly to increase cell number and formation of new tissues يبالوظيف التعيطة هنا التعيطة المرسماتيك زون ثالث elongation zone منطقة الاستضالة هذه هي منطقة الاستضالة في الجذور apart zone behind the merstein is the zone of elongation these are newly formed cells which lose the power of division hence they undergo repeat elongation and enlargement through food and water absorption as they grow they push the root through through the soil يبال منطقة دي بيحدث فيها انه الخلايا التي نتجت نتيجة انقسام المرسماتيك زون منطقة النمو الإنشائية تبدأ تستطيل الخلايا هنا تكبر في الحاجم نتيجة اختزان الماء والغزاء طبعا دي منطقة هي المسؤولة عن استضارة الجذر ونموه او استمرار نموه بعد المنطقة دي لأعلى ملاجد 4 maturation or root hairs zone منطقة النضج او منطقة الشعيرات الجذرية بيطلق عليها ايضا اسم absorption zone منطقة الانتصاص It is directly behind the elongation zone cells proximal to region of elongation gradually mature and differentiate into various tissues يبقى المنطقة التاعة المنطقة الشعيرات الجذرية هي اللي بناخد فيها قطاعات عرضية لاننا بنجد انه الخلايا هنا اللي حصلها استطالة بعد الاستطالة بتبدأ تتميز تديني البشرة والقشرة والvascular system فالمنطقة دي هي منطقة النضج بالنسبة للجذر 5 منطقة الجرداء منطقة الجرداء منطقة الجرداء تلاكس تستيقظ الى اي شعيرات الجذرية المنطقة دية بتبدأ الشعيرات الجذرية طبعا احنا لو تكلمنا على الجذر من اسفل الى اعلى بنلاقي انه هنا بيحصل اعلى كده فالشعيرات الجذرية هنا بتكون سنها كبرت في السن منطقة الجذرية منطقة بدون اي شعيرات 6 المنطقة المستديمة او الدائمة دي بتقع مباشرة اسفل الساق او اسفل من ناحية التربة وهي اعلى المنطقة الجرداء 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 32 32 33 32 33 32 33 32 33 34 33 34 34 35 35 35 35 نتيجة الإمفصاص الماء والجزاء طبعاً هذه التجربة التي تم من خلالها التعرف على مناطق الجزء المختلفة يطلق عليها اسم تجربة العالم ساكس في سنة 1882 في العالم هذا العالم جاب بادرة للسنامية وقام بتحديد مناطق مختلفة على بعض 1 مليمتر لنوع من الأصباغ المعينة وبعدين ترك هذه البادرة لتنمو فوجد انه في مناطق مثل المنطقة المليستيمية والمناطق الأعلى منها كان النمو فيها بضيء لكن في منطقة حصر فيها إلونجيشن سريع جداً التي يطلق عليها منطقة إلونجيشن زون وبعدها يشرح الجزء ويشوف هل هناك خلايا أو لا فوجد انه المنطقة اللي بيحصل فيها تمييز للأنسج المختلفة للنباتة اللي هي منطقة الماتيوريشن أو منطقة الشعيرات الجزرية وبالتالي حصلنا على المناطق المختلفة للنباتة طبعا منطقة الشعيرات الجزرية أو منطقة الماتيوريشن زون باللاقي انه الخلايا المختلفة للجزر بتبدأ تتكون للبشرة والقشرة والاستوانة الوعائية بسكيولر باندل وبتبدأ كل خلايا نسيج تتميز وتخترف عن خلايا النسيج الآخر وأيضا بيحدث تخصصية في هذه الخلايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر